نضم إلنا محمد شفيق حسن أسعد مسؤول البيانات في جمعيين ذوي الهمام يسعد صباحك وأهله وسهلا فيك ومعنا من عزاز أسهل صباحك يا رب أهله وسهلا نحياكم الله تخبرنا أكثر عن فكرة تدريب أطفال دول الهمام وإن كان فيه صعوبة بهذا الموضوع الله يكلمك بداية أنا أول شيء بدي أحكي على جمعية ذوي الهمام بعدين منطرقنا الموضوع للمشاريع التي كانت تلفية ذا وخصوصا تدريب أرسل جمعية ذوي الهمام تم تأسيسها عام 2020 وانطلقت الفكرة من أشخاص من ذوي الإعاقة مصابين إصابة حرب لأنشاء جمعية تعنى بالأفراد والأشخاص ذوي الإعاقة طبعا كل القائمة يعالى الجمعية أن من الأشخاص ذوي الإعاقة جمعية ذوي الهمام من تأسيس لليوم من عام 2020 لليوم نفزت أكثر من خمسين مبادرة فوائي إضافة إلى عدة مشاريع كان أخر هذه المشاريع هو مشروع إخراج ورقة بحثية أو تقرير بحثة عن واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق درع الجفرات خلينا نقول من جنديريس حتى مدينة جرابلوس افتشموا المدينة عفرين مدينة جنديريس ومدينة عزال الباب وجرابلوس كان من هذا التقرير طبعا بيهدف لها الثاني أنه نحن يتم توزيعه على الجهات العاملة في المجال الثاني يبدو فقدنا الاتصال مع ضيفنا بدي أتمنى من الزملاء يعيد الاتصال فيه هو جدا مهم أنه نحن نحاول نضوي على ذوي الهمام ويكون فيه تكاتف بين المنظمات ونشوف هاي الورقة اللي خرجت نتيجة هذا الاجتماع شو هي احتياجات ذوي الهمام شوف نعم يتعلموا رسم لكن أكيد فيه مجالات أخرى ممكن يتعلموا فيها أو يحبوها فما بعف إذا الزملاء عادوا الاتصال بالسيد أسعد إذا عم تسمعني مرة أخرى محمد شفيق أسعد يبدو صديفنا مانو جاهز فأتمنى من الزملاء يعدوا الاتصال بسيد محمد أسعد حتى ناخد منه معلومات أكتر على الأطفال اللي استفادوا من هذا المشروع وقد كانت مدة التدريب أيضا طبعا لأنه أكيد بيكون فيه صعوبات بالبداية عم نشوف هلأ رسومات روان للأطفال ووعدوهم أنه بنهاية التدريبات اللي استمرت فترة منيحة حيتم عرضة وعنجد كتير مهم أنه نلتفت بقى لهذه الفئة أكتر ونشوفها معد محتاجة لأي شيء وتندمج بالمجتمع وتكون هذا المشروع فات حتى مشاريع أخرى طبعا مو بس شيء بيتعلق بالرسم أستاذ محمد كنت عم تتابع فكرتك تفضل نعم نحتي عن المشروع فترة فكرة التقرير أنه يتم تفزيعه على الجهات العاملة في المجال الإنساني في مدينة عزاز وفي المجالس المحلي العامل يضم منطقة درع الكورات حتى يتم الإطلاع على هذه المعلومات الموجودة ضمن التقرير لحتى يتم تنفيذ المشاريع بما يتوافق مع الأشخاص ذو الإعاقة كان من توصيات هذا التقرير ومن المخرجاته أنه يتم تطوير المواهب الفنية للأشخاص ذو الإعاقة عقد جمعي ذو الهمام تدريب رسم لتطوير المهارات الفنية للأشخاص ذو الإعاقة طبعا ما يهدف فقط لتطوير المهارات الفنية أو يدمج مجتمعي لهذه الأطفال الثاني يكونوا ضمن الوسط والمجتمع يتعلموا يعني إلا شخص ذو الإعاقة يعانوا من ضعف بهذا الجارب فجمعي ذو الهمام تعمل على هذا الموضوع وتهتم فيه بشكل كله طيب التقرير اللي أصدرته وحسب يعني ما شفت الحالات الموجودة من ذوي الهمام غير الموضوع أنه موضوع الرسم أو هذا التدريب اللي شفنا بالمادة من شوي هل في مقترحات لتدريبات أخرى لاحتياجات أخرى حابين تعملوها حتى يكونوا ذوي الهمام أو ذوي الاحتياجات الخاصة يكونوا يعني بحال أفضل إن شاء الله بإذن الله سيتم العمل على بناء القدرات بشكل خاص يعني لأشخاص ذو الإعاقة كونه أن جمعي ذو الهمام تهتم في هذا الجانب تهتم بجانب بناء القدرات تهتم بالجانب الطبي للأشخاص ذو الإعاقة وبعيدا عن جانب الإضافي كونه أن جل المنظمات العاملة في المنطقة تعمل على موضوع الإضافي فجمعي ذو الهمام منذ التأسيس إلى هذا اليوم لا تعمل على هذا الموضوع أطلاقا وإنما هو يكون موضوع بناء قدرات من تدريبات حواسيب من تدريبات على السكرتاريا للنساء على الموضوع الخياطة والخياكي وغيرها من المهارات اللي ممكن تعود بالنفع للأشخاص ذو الإعاقة حلو طب أستاذ محمد فيه اليوم مشروع ليكون فيه معرض لعرض رسومات الأطفال أو ذوي الهمام بشكل العام يعني أكيد هذا بيكون شي داعم للمشروع ولإيلون أكيد أكيد نهاية هذا التدريب إن شاء الله سيتم تنفيذ يعني معرض لعرض هذه الرسومات التي هي عبارة عن مخرج لهذا التدريب اللي يصلوا هلأ ما يقارب الشهر ونصف شهرين تقريباً إشقد مدة التدريب بشكل كلي حتى ينتهي وأيضاً عرض الأطفال اللي يستفادوا من هذا التدريب وهل بأطفال يعني كانوا محابين أن يكونوا ضمن هذا التدريب لكن يعني المكان ما هو السعفة ممكن يكون بإلحاق دورة أخرى مدة التدريب شهرين جمعية ذوي الهمام هذا موت كموت تدريب الأول إلها بالنسبة لموضوع الرسل هي عملت تدريب سابق لتسع أشخاص من ذوي الإعاقة هذا التدريب كان تدريب ثاني إن شاء الله ستعمل جمعية ذوي الهمام على التدريبات لتطوير المهارات وبناء قدرات لأشخاص ذوي الإعاقة شكراً كتير لإلكم نتمنى لكم كل التوفيق مشكورة جهودكم حمد شفيئ حسن أصعد مسؤول بيانات لجمعية ذوي الهمام من أعزاز شكراً لإبعادة van الكثير اشترك% هي موسيقى